أوضح الكريملين أن تصرحت رئيس الروسية فلاديمار بوتين حول عواقب استخدام الأسلحة الغربية لضرب العمق الروسية واضحة لا لبس فيها وذلك في الوقت الذي تواصل فيه كياف مناشدتها للغرب لإستماح لها باستخدام صواريخ ستورم شادو التي تسلمتها من بريطانيا وصواريخ أتاكامس التي حصلت عليها من الولايات المتحدة لضرب الأراضي الروسية المزيد في السياق التقرير التالي لا تمل أوكرينيا من تكرار طلبها بأن يسمح لها الغرب باستخدام صواريخهم بعيدة المدى في استهداف العمق الروسية المطلب الأوكراني ينصب بشكل أساسي على صواريخ ستورم شادو التي تسلمتها من بريطانيا وصواريخ أتاكامس التي حصلت عليها من الولايات المتحدة وهي أسلحة يبلغ مداها مئات الكيلومترات تسمح لكييف باستهداف مواقع لوجستية للجيش الروسي ومطارات تقلع منها مقاتلاته تخوف الغرب من الاستجابة للمطلب الأوكراني يأتي بشكل رئيسي من الخوف من الانزلاق إلى مواجهة مباشرة حيث هددت روسيا مرارا وتكرارا بأن حربا واسعة مع دول حلف شمال الأطلسي سوف تندلع في حال سمح الغرب لأوكرينيا بالهجوم على أراضيها بواسطة صواريخهم بعيدة المدى تلك التهديدات تنظر إليها الولايات المتحدة وباقية حلفائها بعين الاعتبار في ظل إدراكها أن تلك الخطوة لو حدثت فسوف تجرها إلى مواجهة صريحة مباشرة مع موسكو والتي بدورها لن تحتمل وجود تهديد غربي مباشر يطال العمق الداخلي من أراضيها مكتفية بحصر كييف في دور الدفاع أو رد الفعل على الهجمات الروسية وهو وضع ليس من المستبعد استمراره وعلى الصعيد ميدانيا شن الجيش الروسي الذي يتقدم على الجبهة الشرقية في أوكرينيا هجوما مضادا في منطقة كورسيك الحدودية الروسية وأعلنت موسكو أن جيشها استعد خلال يومين عشر قرى من القوات الأوكرانية في المنطقة التي تنفذ فيها أوكرينيا هجوما واسعا منذ الشهر الماضي